حذر مدير الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية من أنه لا يكون بالإمكان تجاوز فيروس كورونا قبل تطعيم 70% من سكان العالم منتقدا واترة برامج التحصين الأوروبية البطيئة جدا وشدد على وجوب عدم تراخي دول العالم والسكانية في تعاملها مع الوباء ولفت مدير الفرع الأوروبي إلى أن شدة عدوى النسخ المتحورة الجديدة للفايروس من بين المسائل الأكثر إثارة للقلق